في لبنان نبقى حيث أفادت مصادر كنسية بأن قضية الراهبة مايا زيادة ستتم معالجتها داخل المطبخ الكنسي الداخلي ولا يتم إبعادها أو إقصاؤها وكانت الراهبة زيادة قد تعرضت لحملة تحريض بعد إشادتها بالمقامة ومجاهديها الذين يدافعون عن الجنوب والأراضي اللبنانية وحظيت كلمة زيادة بدعم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما انتقدها آخرون لدعمها المقامة في ظل ما يتعرض له الجنوب اللبناني من اعتداءات تطال المدنيين